السلام عليكم خياتي كركم دائرين اتمنى ان شاهدكم كامل بخياتة اتمنى ان شاهدنا اليوم ان يقعكم باحسن الاحوال ارجعت لكم جديد ورجعت لكم مصفى جديدة من حلوية العيد حلوة عنها اليوم الحلوة التي تريدونها الكثير من الازائريين ومشكلة فيها وهي حلوة السيغار يجبونكم الكثير من الاخوات يجبونكم الحلوة السيغار يقولون لكم ان تتهرس لا نعرف كيفية صناحة وشي هي العجينة التي تساعدنا اليوم ان شاء الله بإذن الله سأعطيكم كامل التفاصيل واسباب عليها تكسر لكم الحلوة وكذلك سأشارككم بحشو بني 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 بالبسير اذا سأشاهدكم في التنهى اليوم ونصوموا في وصفة التنهى اليوم لا تنسوا السلام على رسول الله نبدو بسم الله على بركة الله بالمقادر هذه الوصفة سأعطيكم كبيرة ثم تنقص الوصفة لكم الاغتياط نحتاج 500 قرم زبدة طرية نحتاج كامل ونحتاج كامل نحتاج كامل هذا البديل البيض المتوفر الكثير في الاسواق الجزائرية وكيفية الكثير من الأخوات وكيفية الكثير من الأخوات لا يعرفون طريقة كامل هذا الكيس كامل كامل نحتاج كامل كامل حوالي كامل هو تنتمي كامل كامل خاصة الاخوات ينفع بزر برودوي على الاخوات اللي عندهم حساسية من البيض ونقول لكم جربوا هذا القاع لو كان عندك الحساسية وان شاء الله بإذن الله ما تتحسيش منه ومشي لي برودوي شي ميك لتخافوا منهم قلت لكم انا قدام لنسي اي منتج وقدام لي عرضوا علي اي منتج نشرت على هدو كل الاصحاب المنتج انني نجربوا الوصفات ونخدم بهم عادة كينا نبرتاجيه مع اخواتي هنا بعد ما خلط هذه المقادير وندمجوا اعفوا ان هذا الماء تخلط المليح مع السائل ونبتغروا تخلطه بالباطر كما تبغروا تخلطه بالوفوي هي النتيجة الاحسن الابطة لك نتيجة مليحة انك تخلطه بالباطر بما اننا مستعمل الباطر ونستعمل الباطر نخدم به بالباطر ونخلطه نتحصل على خليط يكون على شكل موس ويكون خليط رغاوي هذا هو الخليط يتحصل عليه الروح الوصفة عنها اليوم الوصفة عنها اليوم ووصفة ناجحة مليا في المياه وان شاء الله بإذن الله قلت لكم غادرين ما تقعدوا اشتعانوا من وصفة السيقار ونذهبوا هنا تدعى الباطر البيض هنا في الوصفة لم يحتاجوا ربع حبيت حبيت هذا البيض ما يعادل زوج حبيت وزيت معه زوج حبيت كاملي هكذا الاخوات اللي كنتي تحطي ما عندك شا البيض وعندك كمية قليلة ما عليك غير ديباني بهذا بديل البيض ونصح وتانيك نوعد بزاف الاخوات اللي عندهم حسين البيض انني نشارككم مصفات فقط ببديل البيض هكا باش ديلهم ان شاء الله بإذن الله في عيد الفطر ان شاء الله نخلطوا جميع المقادير جيدا حتي ندامجوا مليحة مع بعض لان احاولت انني نطول لكم الفيديو باش الاخوات يتأكدوا من مستقعية الوصفة ويتأكدوا باللي انني خدمت بيه نخلطوا جيدا هذوك المقادير حتي ندامجوا مليحة مع بعض ونتحصلوا على خليط يكون كريمي ويكون متجانس هكا باش الوصفة تعالى تنجح لها مليار في المياه هي من الاحسن الاحسن تخدموا بالباطر المهم اللي متوفر عندهم في المنزل يخدموا به خلطوا جيدا حتي ندامجوا مليحة المقادير مع بعض ونبعد نوليكم هذا هو الخليط يتحسن عليه خالطي يكون كريمي ويكون متجانس هنا كما راحطوا بقدم فيديو اول فيديو ونسيبش نقول لكم مددت لكم مددت مع اغنق ذوق الليمون وانتم تقدروا فقط ذوق الفانيلا هنا نجيب كمية من طاحين وانتم تحصلوا على عجينة وتكون طريقة وفي نفس الوقت لا تكون تلسق في اليدين وانتم تقول لكم مددت معكم كمية كبيرة هذه العجينة تحصلت عليها لكي تكون طريقة وليس تلسق في اليدين هذه الكمية بسبب الاخوات اللي سقصوني الشعار تقطع لي تقطع لك اكثر من مية حبة تسيكة هنا نذهب لطريقة المحتادة وفي الكثير من الاخوات اللي تتبعوها ويجربوها وراءها ويجبونها هي السيكارة ندري بهذه الطريقة جيني طريقة براتيك وبالخف كمية كونتيتي أحسن من أن نحل في كيس بلاستيكي ونبدأ ندور أن هذه الطريقة اللي تساعدني بزيف وتنفعني بزيف هكا نحاول أن نبليسو ذلك جيدا لهذه العجينة وهنا ثاني كي نصير من أسرار أن السيكارة تتكسر لكم هو أن العجينة ترقوها بزيف من الأحسن أن العجينة تحكم شوية مشدوها خشينة مشدوها رقيقة بزيف نحاول أن ستحتها كامل بهادا ونضحها في البلا التي تتخل في الفرن في نفس الوقت نكمل كامل كمية أي دائل فون ساقود باستخدام 80 دخلوا السيكارة يطيبون متحت ومم بعد يأخذنا تحصلنا وشوفوا القاليتي هنا سأخذ لكم حبة حتى ترى السيكارة يدوب في الفم الحشة ستحتاج بشكل 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 وحشة نحتاج كمية من المكسرات حوالي كيلة مكسرات تجد وحشة حوالي حوالي كيلة حلوة الشامية وممو الخريط يجب الكرامل والنسل الكرامل المتوفر عندكم من المنزل حتى تحصل على خليط متجنس وكذلك يجب خليط تجد لتساعد لتقوم بشكل 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 حلوة حشوة 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 بنيمة ورائعة حشوة كما تعرفون السيكارة لم تقوم بشكل حشوة 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 وكذلك ستجد الشوكولة نتقوم بحشوة سيكون حشوة محتضلة نعتبر البوش ونعمره في الحشو ونعمره في السيكارة في هذا ونعمره منذ حتى نتأكد أن السيكارة جيدة ونحاول سطحة منذ منذ بهذا حشوة الحشوة أن اشتركوا حشوات كثيرة على السيغار يجب عليكم تعمروا الحبات دخلوا الحبات في الثلاجة يشد الحشو عادة تقلاص بها في هذا الوقت الذي نعمر في الحبات سوف تكميها من الشوكولة بالحليب سوف نضيف حمام مائي كيف نضيف حمام مائي بعد أن تضيف حمام مائي وضعت لها 500 جرام نضيف حوالي 4 مغاربة كما تعرفنا في فصل الحال شوية قد نضيف الزيت اما لكي نصحك أنك لا نضيف الزيت نضيف حمام مائي نضيف حمام مائي هذا التزيين اقترحته على أحد الأخت في الانستا وفي الفيسبوك اذا تجدت مدابيك تشاركي هذا التزيين لا أعرف كيف نضيف على بها شاركته مع أخواتي الهدف التعي من هذه الوصفة ليس التزيين الهدف التعي أنني نعطيكم الحشوة تكون بنينة وكذلك نعطيكم السر من أسرار نجاح للسيقار وهنا تزيين اختيار كل واحدة وتزيين كما تحب كل واحدة وتزيين كما تقدرها كما نعرف في اليوتيوب هناك أشكال وأنواع من السيقار وتزيين بأشكال وأنواع التي تبغوها كل واحدة كما تعرفت نبدأ من الغلاسة كامل الحبيت بهذا الشكل تبغوها الطريقة كل واحدة تبغوها 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 ثم نعطيكم بعد أن الغلاسة كامل الحبيت خلية الشوكولتة كي تقرب بها تنشف هناك نجلب كمية من الكاكاو ونبدأ نغبره في الحبيت ونفقه بهذا الشكل كي تحصلوا على هذا الشكل قطيف شكل رائع وراقي وشكل شابب هنا يا الأخوات ترشوا الرشة الأولى دعوا السيقار يشف لكم تماما عاودوا رشة ورشة ثانية من فوق خفيفة سأكمل بهذا الطريقة بعد أن نرى الشكل النهائي شاهدوا الشكل النهائي بعد أن ترشيتها الرشة الثانية كاكاو وضعت لها الملمع من فوق وضعت لها إضافة لها الريشة من فوق ستقوني منظر شباب ومنظر راقي وهذا هو الحلوة هذا هو السيقار ستقوني حاجة بنينة حاجة ولا أرواح أقول لكم هذه الكمية قضعت لي أكثر من 100 حبه متوما تبقوا ضعفوا المقادر لكم الاختيار تبقوا تقلوا لكم الاختيار المهم أنها وصفة ناجحة مليار في المياه وشوفوا الحشوة السيقار تعالى كي جدير جمع السل وجاء روعة أتمنى إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة أتمنى إن شاء الله كنت تخفي فضري فعليكم أتمنى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله